إسرائيل أظهر استطلاعان للرأي أجرتهما صحيفة يديعوت أحرونوت ومعارف أن الإسرائيليين يفضلون أن يتولى حزب الليكود بزعمة بنيامين نتنياهو الحكومة المقبلة وأن يتولى زعيم حزب العمل وزير الدفاع إيهود باراك حقيبة الدفاع وأقل 35% ممن استطلعتهم يديعوت أحرونوت إنهم يريدون رؤية نتنياهو في رئاسة الحكومة بينما قال 26% إنهم يريدون بقاء زعيمة حزب كاديما وزيرة الخارجية تيبي ليفني في منصبها في حين قال 14% إنهم يريدون باراك رئيسا للحكومة وأيد 58% بقاءه وزيرا للدفاع ووفق الاستطلاع الذي أجرته صحيفة معارف فإن الليكود سيحصل على 28 مقعدا من مقاعد الكنسة بينما سيحصل حزب كاديما على 24 مقعدا أما نصيب حزب العمل ف16 مقعدا ثم إسرائيل بيتنا 16 مقعدا وحزب شاس 6 مقاعد وباقي المقاعد لأحزاب صغيرة وقد أيد 61% من المشاركين منع التجمع والقائمة العربية الموحدة من خوض الانتخابات معنا من الناصر الكاتب والصحفي أنتوان شالحات سيد أنتوان قراءة أولية ربما لهذه النتائج تبرز صعود اليمين واليمين المتطرف كتيار قوي هل هذه نتيجة منطقية بعد الحرب على غزة؟ هي نتيجة منطقية وإذا طبعا عدنا في التاريخ القهطرة نجد أنه عندما تكون هناك أجواء حربية وهذه الأجواء تكون فترات طويلة في إسرائيل فإن المزاج الإسرائيلي العام يكون ميالا إلى اليمين وإلى اليمين المتطرف ولكن على وجه الخصوص لا بد من إبراز ملاحظتين جديرتين بالانتباه الملاحظة الأولى أن اليمين المتطرف الذي يمثله نتنياهو الآن خرج رابحا بشكل أساسي من الحرب على غزة لأن استطلاعات أخرى أشارت إلى أن الغالبية الصاحقة من الرأي العام الإسرائيلي راض تماما من أداء الجيش ولكنه راض أقل من أداء المؤسسة السياسية ولذلك يعتقد أن استبدال المؤسسة السياسية الحالية بمؤسسة سياسية يكون على رأسها اليمين سيؤدي في المواجهة المقبلة إذا ما حصلت إلى أن يكون إداء المؤسسة السياسية أفضل الملاحظة الثانية أن هناك طبعا أزمة حادة تعتري ما يسمى بطيار اليمين المتطرف الاستيطاني وبسبب هذه الأزمة يبدو أن الليكود قد بدأ يستقطب أجزاء واسعة من هذا الطيار ومعروف أن هذا الطيار تصل نسبة التصويت فيه إلى ذروة لم تعرفها باقي الطيارات في الحلبة السياسية الإسرائيلية وبطبيعة الحال ستصب هذه الأصوات في مصلحة ارتفاع المقاعد وارتفاع الشعبية التي يحظى بها اليمين بزعامة الليكود سيد أنتوان ذكرت بأن المزاج العام ربما في إسرائيل هناك رضا على المؤسسة العسكرية على حساب المؤسسة السياسية هناك فترة من الآن إلى غاية هذه الانتخابات خاصة مع تزايد التساؤلات حول الأهداف التي تكون إسرائيل قد حققتها فعلا من هذه الحرب ومطالبة أيضا بمساءلات هل يمكن أن تتغير الأمور من هنا إلى موعد الانتخابات؟ يعني يمكن أن تتغير ولكن لن يكون هذا التغيير تغييرا جذريا أي من أقصى حال إلى الحال الأقصى الآخر لأنه في المجال السياسي الحرب على غزة لم تحقق أهدافها المعلنة على الأقل من الناحية السياسية ماذا أعني بهذا الكلام؟ أعني أنه إذا كان هناك هدف ينبغي إنجازه سياسيا فهو إرغام المقاومة الفلسطينية على توقيع اتفاق تهدئة طويل الأمد ويكون مستقرا أكثر من اتفاقات التهدئة السابقة لهذا الهدف جاء العدوان على غزة ولكن هذا نعم إذا اتفقنا إذن على أن الحكومة القادمة أيا كانت النتائج ستكون توجهاتها يمينية ويمينية متطرفة أي تأثير سيكون لذلك على الفلسطينيين؟ يعني التأثير سيكون طبعا أن السياسة الإسرائيلية ستكون أكثر عدوانية يجب طبعا أن لا نوهم أنفسنا بأن التأثير سيكون مناقدا للتأثير الحالي يعني حتى حكومة الوسط اليسار المعتبرة حاليا التي تتسلم زمام الحكم في إسرائيل لم تؤدي إلى أي نتائج فعلية على الأرض في عملية التسوية مع الفلسطينيين ولذلك من المتوقع أن يكون هناك تغيير طفيف لناحية أن تكون هذه السياسة ربما أكثر عدوانية مع الفلسطينيين مع الأخذ بالاعتبار أن هناك طبعا عوامل أخرى غير العلاقات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية ستأخذ دورا ربما أكثر جادا في المستقبل خصوصا مع تغير الإدارة الأمريكية ومع التطورات الإقليمية الحاصلة بالتزامن مع حرب غزة وترتبا على سيرورتها وعلى نتائجها الناجزة الكاتبة صحفي أنتوان شلحة من الناصرة شكرا جزيلا لك